ولذلك البعض منا يقطع حديث والده أي سامعين أو يكمل عنه السالفة هذا خطأ أيها الأبناء أيها البنات تعالي لأمك وقولي نعم ذكريني كيف كانت ليلة زواجك وكم كان مهرك وتبتسم الله يخلف علينا فعلنا وفعل والقصة محفوظة عندكم لكن البار يستمع بشوق وأيضا البار لا يسكت والده ولا يسكت والدته البعض منا نعم قد يخطئ الأب وقد تخطئ الأم وقد يكون هناك غيبة وتريد أن تسكتهما لكن بلطف بلين برحمة بإحسان بعضنا يفتل عضلاته هذا عيب ما يجوز ما يسوق هذا الكلام هو الحرام لا ترفع صوتك لا تتأفف لا تقول لهما أيها الإبن مهما بلغا من الشدة أو من الخطأ بلطف وبلين أبوي الله يخليك لي لو فعلنا كذا ولا تغير الكلمة تغير السالفة تقدم له مقترح تذكره بأمر حتى يتشتت ذهنه حتى لا يبقى مثلا لا يغتاب أحد لا يرتكب كبيره بالكذب أو غيرها قد يكون ما أحد معصوم لكن إياك أن يكون عن تفلت أو أن تستعرض عضلاتك عليه لا تسكتهما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر